بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلبة وطالبات الصف الثالث من التعليم الفني نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الفيزياء تكلمنا في الحلقة السابقة عن الكهربية الاستاتيكية وأن الكهربية الاستاتيكية معناها الكهربية الساكنة وأن الكهربية الساكنة معناها دي الكهربية بتكون فيها الشحنات أو الإلكترونات مستقرة على أسطح الموصلات تكلمنا كذلك فيها عن طرق التكهرب أو أنواع التكهرب اللي هي طرق الشحن بالكهربية قلنا عندي ثلاث طرق لما الدلك واللمس والتأثير تكلمنا عن الكشاف الكهربية وقلنا استخداماته والتركيب بتاعه قلنا استخداماته مهمة جدا وهي التعرف على الحالة الكهربية لجسم والتعرف على نوع الشحنة التي يحملها هذا الموصل كلمنا عن قانون كلهم وقلنا أن القانون ده بيقول أن الـ F بتساوي K, Q1, Q2 على الـ D تربيع وشرحنا كل رمز فيها وشرحنا التحولات اللي موجودة داخل القانون اللي عندي هنبدأ النهاردة إن شاء الله بجزء جديد وهو الجهد الكهرابي لجسم الجهد الكهرابي لجسم تعريفه أو الجهد الكهرابي لموصل هو الحالة الكهربية التي يتوقف عليها انتقال الكهربية منه أو إليه عند اتصاله بجسم آخر الحالة الكهربية للموصل اللي بتوقع فلانت تقال الكهربية منه او اليه يعني حالته احنا عارفين انه ممكن قد يكون جهد الجسم عالي او جهد منخفض من خلال معرفتي ان كان نوع الجهد بتاعه لو كان جهده منخفض يبقى هتنتقل اليه الكهربية عند اتصاله باي جسم اخر وفي حالة اذا كان الجهد عنده مرتفع فهو هيبتدي تنتقل منه الشحنات الكهربية او الالكترونات الى الموصل الاخر اللي تلقاها هيكون جهده منخفض حتى يتساوى الجهدان فيقف انتقال الكهربية من احدهم للاخر يبقى اذا الجهد الكهربية الموصل عرفنا ان ده الحالة اللي هتحدد لي هل هتنتقل من الموصل ده الشحنات او الالكترونات او هتنتقل اليه لما نجي نتكلم على الجهد الكهربية الموصل قلنا ان فيه جهد مرتفع جهد ملخفض يعني هيحصل انتقال الالكترونات يعني لابد من نقود فرق في الجهد طيب يعني ايه فرق الجهد بين نقطتين اللي احنا بنقول عليه رمزه في يبقى فرق الجهد بين نقطتين رمزه عندي في فرق الجهد بين نقطتين هو الشغل اللازم او هو مقدار الشغل المبزول مقدرا بالجول لنقل شحنة كهربية مقدارها واحد كولوم بين النقطتين القانون بتاع فرق الجهد الفي بتساوي من من التعريف اللي هو هو الشغل المبزول يبقى عندي كلمة شغل الشغل عندي رمزه الدابليو يبقى عندي فرق الجهد اللي هو الفي بتساوي الدابل اللي هو الشغل مقدرا بالجول لنقل شحنة الشحنة اللي هي الكيو يبقى اذا الفي بتساوي دابليو على كيو وقلنا كذلك ان وحدته هتبقى فولت والفولت دوت يكافئ جول على كولوم طيب ازاي يكافئ جول على كولوم او جات منين ان هو يكافئ جول على كولوم ان انا عندي الشغل احنا قلنا في التعريف هو مقدار الشغل المبزول مقدرا بالجول يبقى اذا الشغل وحدة قياسه هي الجول وعندي الشحنة من الحلقة السابقة قلنا ان وحدة قياسه هي الكولوم يبقى اذا الفولت يكافئ جول لكل كولوم وقلنا جول لكل كولوم دي وحدات كل من الشغل والشحنة طيب ده فرق الجهد بين نقطتين وقلنا هو الوحدة بتاعته هي الفولت طيب ايه هو تعريف الفولت كنا في عدية بنقول ان الفولت هو وحدة قياس فرق الجهد بين نقطتين او القوة الدفعة الكهربائية اللي عليها كاف ده الكاف طيب الفولت بقى عندنا هيبقى ايه تعريفه تعريف الفولت عندي هو فرق الجهد بين نقطتين عندما يبزل شغل قادره واحد جول لنقل شحنة كهربائية مقدارها واحد كولوم بين النقطتين يبقى اذا ما سموش هو لما ايجا اقول لك عرف الفولت مطوليش هو وحدة قياس فرق جهد بن نقطتين او كاف ده الكاف لا ده هو ليه تعريف ايه هو هو فرق الجهد بين نقطتين عند عندما يبزل شغل او يبزل شغل مقداره واحد جول لنقل شحنة مقدارها واحد كولوم بين النقطتين. طيب لو طلب مني تعريف الجهد الكهرابي عنده نقطة انا بقول الجهد الكهربائي عنده نقطة يعني مش في نقطتين نقطتين يبقى سقول من نقطة الى نقطة اخرى او بين النوتين. تعريف الجهد الكهربية فرق جهد هو شغل مبزول. وده برضو جهدي هو برضو شغل مبزول. فالجهد الكهربية عند نوتا هو الشغل المبزول لنقل وحدة الشحنات الكهربية مما لا نهاية الى هذه النوت. يفتاني الجهد الكهربية عند نوتا هو الشغل المبزول لنقل وحدة الشحنات الكهربية مما لا نهاية الى هذه النوت. خدنا من شوية لما كتبنا تعريف فرق جهده من نوتين خدنا القانون بتاع فرق جهده من خلال التعريف اللي هو الفي بتساوي دابليو على كيو. طيب ايه هو قانون الجهد الكهرابي في مجال شحنة كهربية? الجهد الكهرابي في مجال شحنة كهربية. قلنا الجهد رمزه في. يعني فرق جهد رمزه في. الجهد برضو رمزه في. طيب المجال او الجهد الكهرابي. اللي شحنة في مجال كهرابي ده بنجيبه من خلال قانون كلوم. من خلال قانون كلوم. هو شبيه بقانون كلوم. قانون كلوم قلنا انه الاف بتساوي على الدي تربيع. هنا الجهد الكهرابي لشحنة او في مجال شحنة كهربية بيقول ايه? ان البي بتساوي كي في كيو على دي. يبقى البي بتساوي كي في كيو على الدي. اه قلنا طيب اللي يعني ايه? الكي يعني ايه? الكيو يعني ايه? قلنا اللي هو الجهد الكرابي او فرق جهد بنوتيب. الكي قلناها من القانون كلوم من خلال قانون كلوم في الحسة السابقة او في الحلقة السابقة ان الكي سابت كلوم سابت كلوم وهو بيساوي تسعة في عشرة واستسعة نيوتن متر تربيع لكل كلوم تربيع. طيب. الكيو عندي كيو الشحنة. طيب الشحنة وحدتها ايه? وانه كلوم. على الدي. الدي وهي المسافة ووحدتها المتر. يبقى تاني. الفي هو الجهد الكهرابي في مجال شحنة كهربية. الكي هو سابت كلوم تسعة في عشرة واستسعة نيوتن وحدة سابت كلوم. ودي مهمة جدا. نيوتن متر تربيع لكل كلوم تربيع. الكيو هي الشحنة وحدتها كلوم. والدي هي المسافة ووحدتها المتر. بناخد مثال على الجهد الكهرابي ومثال على فرق الجهد بين نوتتين. بنبدأ الاول بمثال على الجهد الكهرابي. احسب فرق الجهد بين نوتتين في مجال كهرابي. اذا كان الشغل المبزول لتحريك شحنة كهربية مقدارها خمسة كلوم من هاتين نوتتين بسوى تلاتين جول. دايما اركز في الرموز يعني كل كمية فيزيئية رمزها ايه? حاجة تانية كل رقم بتاع مين? يعني ايه المطلوب مسلا في اول حاجة. احسب فرق جهد بين نوتتين. يبقى لازم اعرف المطلوب. احسب فرق جهد بين نوتين لو رمزه في. في مجال كهرابي اذا كان. نخلي بالنا من الجملة اللي جاي قويس اوي. اذا كان الشغل المبزول لتحريك شحنة كهربية مقدارها خمسة كلوم. بعد الطلب هتجري تقول اه ده الشغل يبقى بعديه كلمة خمسة كلوم. يبقى اذا الشغل عندي خمسة كلوم. لازم ما تدخل بالي ان انا عارف ان الشغل مش وحدته كلوم. الشغل وحدته جول. واما المين اللي هو وحدته كلوم هي الشحنة. يبقى اذن الخمسة كلوم دي مش الشغل. دي دي الشحنة اللي هي رمزها كيو. يبقى هي اللي بخمسة كلوم. طيب. بين هتين وطين تسوي تلاتين جول. الجول ده وحدة قياس الشغل يبقى اذا الشغل هو اللي بتلاتين جول يبقى اذا انا برا المسألة بخلي بالي ممكن يكون في تغيير في اماكن الاركام يبقى لازم اعرف وحدة كل وحدة او كل كمية لازم اعرف الوحدة بتاعتها ايه يعني الكلوم عندي خمسة كلوم هي جاية بعد كلمة شغل لكن دي بتاعت الشحنة لكن في الاخر خالص مكتوب تلاتين جول والجول هو وحدة قياس الشغل يبقى اذا التلاتين دي بتاعت الشغل يبقى عند مطلوب فرق جودة ونتوين اللي هو الفي عند الشغل اللي هو الو بتساوي تلاتين جول عند الشحنة اللي هي بتساوي خمسة كلوم طيب من هنا ايه القانون اللي بيربط ما بين فرق الجهد والشغل والشحنة القانون اللي بيربط ما بينهم لازم اعرف الرموز الشغل عند رمز دابليو فرق الجهد رمزه في الشحنة رمزها كيو القانون اللي بيربط تلاتة ببعض اني عندي اني الفي بتساوي كي او بتساوي دابليو على كيو دابليو على كيو طيب انا عندي الدابليو بكام قلنا اللي هو الشغل اللي هو تلاتين على الكيو اللي هي خمسة كلوم هتطلع ستة فولت طيب لو جي سؤال فاكمل او اختار وقال لك الفولت يكافئ ايه نعيد تاني قلناها اللي هي بتساوي جول لكل كلوم شمعنا جول لكل كلوم لان احنا قلنا للشغل وحدياته جول لكن الشحنة وحدياتها كلوم يبقى الفولت يكافئ جول لكل كلوم ده كم مثال على فرق الجهد بين نقطتين طيب هل في مثال على الجهد الكهرابي لكل شحنة موجود عندنا الجهد الكهرابي في مجال شحنة كهربائية المسال اللي قدامنا دلوقتي اللي هو مثال اتنين احسب الجهد الكهرابي عند نقطة تبعد تمانية في عشرة واستالب عشرة متر من شحنة كهربائية مقدارها واحد وستة من عشرة في عشرة واستالب تسعتاشر كولوم مديني من الاكوايس الكي بتسوي تسعة في عشرة واستسعة ميوتن متر تربيع لكل كولوم تربيع ابتدي اشوف اللي مطلوب ورمزه ايه اشوف المعطيات اللي الدهالي في المسالة احسب الجهد الكهرابي عند نقطة يعني هو عايز الفي تبعد تمانية في عشرة سالب عشرة متر المتر احنا عارفين يا ده واحدة قياس المسافة عندنا يبقى المسافة اللي هي رمزها الدي يبقى الدي بتساوي تمانية في عشرة سالب عشرة متر من شحنة كهربائية لالكيو بتساوي واحد وستة من عشرة في عشرة سالب tres metre كولوم طب مين الكهده الكهده سابت كولوم اللي هو تسعة فعشر وستسعى نيوتن متر تربيع لكل كلوم تربيع. وانا قبل ما حل المسألة اشوف هل في تحويلات عندي ولا ما فيش زي ما خامنا في الحلقة السابقة. هنا قلنا المسافة عندي بالمتر. وطالما انها بالمتر انا بشتغل بها مباشرة ما بعملناش اي تحويل لا احنا قالين المسافة وحدتها متر. الشحنة بالكلوم يبقى برضو ما فيهاش اي تحويل لان احنا قلنا لشحنة وحدتها كلوم. يبقى ازا هحل المسألة مباشرة بدون تحويلات هكتب القانون. ثم بعد ذلك اعوض ان انا اشيل الرموز اللي عندي وابتدي احط مكانها الارقام لكل كمية. الحل عندي اول حاجة بكتب القانون اللي عندي الفي بتساوي كيو على الدي. طيب خاطة اللي بعد كده بابتدي اشيل الرموز وابتدي اكتب مكانها الارقام اللي موجودة في المسألة. يبقى الفي بتساوي تسعة في عشر وستسعة في واحد وستة من عشرة في عشرة وسعب سعتاشر. طب الارقام دي بتاعت ايه؟ عندي الكيو معروفة تسعة في عشرة وستسعة دي اللي كانت ما بين الاقواس اللي في نهاية المسألة. واحد وستة من عشرة في عشرة واستسالب سعتاشر ده قيمة الشحنة اللي في المسألة. على الدي اللي هي تمانية في عشرة واستسالب عشرة متر. هتساوي او الجهد عندي في مجال الشحنة الكهربائي ديت هيبقى واحد وتمانية من عشرة فولت. يبقى اذا انا عندي قانونين الفي اخلي بالي او انا بشتغل من خلالها. قانون الاولاني ان انا الفي بتساوي الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جزء جديد او مثال جديد وضعت شحنة كهربية مقدارها تمانين كولوم على بعد عشرين سنتي من نقطة. احسب كلا منه. المسألة دي من المسائل الجميلة جدا لانها بتربط ما بين الحلقة السابقة والحلقة دا ازاي. المسألة دي بتربط احنا خدنا في الحلقة السابقة قانون كولوم. وخدنا شدة المجال الكهرابي. النهار دا خدنا الجهد الكهرابي. لو نفتكر هنلاقي ان الثلاث قوانين مرتبطين ببعض. بمعنى قانون كولوم. اف بتساوي كي كي وان كي تو على دي تربيع. الاي بتساوي كي في كيو على الدي تربيع. الفي بتساوي اللي احنا لسه واخدنا النهار دا كي في كيو على الدي. فنتيجة ارتباط الثلاث قوانين بعد فالمسألة ديت بتربط الثلاثة ببعض. ازاي? هو اداني هنا المسألة وضعت شحنة مقدارها تمانين كولوم على بعد. عشرين سنتين من نقطة. احسب. اولا. شدة المجال الكهرابي. والجهد الكهرابي عند تلك النقطة. يبقى ازا ادي الجهد اللي احنا خدناه النهاردة. شدة المجال اللي خدناها الحصة او الحلقة الماضية. المطلوب التاني الكوة المؤسرة على شو احنا مقدارها عشرين كولوم عند تلك النقطة. ودي برضو لو كانون كولوم اللي خدناها في الحلقة السابق. يبقى ازا ده رابط التلت او المسألة دي رابطت ما بين التلت قوانين اللي عندي. قانونين خدناهم في الحلقة السابقة. قانون كولوم وشدة المجال الكهرابي. وقانون اشتغلنا عليه النهاردة وهو الجهد الكهرابي. ناقص حاجة لو حد متذكر معايا ومصحصح معايا. هيعرف اني ناقص في المسألة حاجة مهمة جدا. اللي هو ثابت كولوم. فموجود في الاخر علما بان الكيب تساوي تسعة في عشر اوز تسعة نيوتن متر تربيع لكل كولوم تربيع. نحل المسألة واحنا عارفين ان عندنا تلت مطاليب في المسألة. شدة المجال الكهرابي. الجهد الكهرابي. القوة المتبادلة ما بين الشحنتين. اولا ايه اللي مطلوب عندي في الجزء الاولاني. ان الشحنة الكهربائية مقدرها. قال اني عندي شحنة مقدرها تمانين كلوم. الشحنة رمزها كيو. يبقى الكيو بتساوي تمانين كلوم. والشحنة بتتقاس بالكلوم. فبناء عليها اشتغل عليها مباشرة. على بعد عشرين سنتي من النقطة. على بعد اللي هي دي عشرين سنتي. واحنا اتفقنا ان بعد يعني مسافة. مسافة اللي هي دي ودي بتتقس بالمتر. هنا في المسألة الدهالي بالسانتي. يبقى لابد احاول من سانتي لمتر. فانا بحاول من صغير لكبير. تحويل من صغير لكبير دوت. قلنا بنقسم. بقسم على كام? بقسم على مية. يبقى من صغير لكبير بقسم. بقسم على مية لان المتر في مية سانتي فانا عشان كده بقسم على المية عندي. هابدأ الاول في ايجاد المطلوب الاولاني اللي هو شدة المجال الكهرابي ثم الجهد الكهرابي. اولا حساب شدة المجال الكهرابي ايه. يبقى اذا شدة المجال الكهرابي احنا عارفين من الحلقة السابقة انه هو رمزه ايه. هكتب القانون الايه بتساوي كي في كيو على الدي تربيع. زي ما اتفقنا بابتدي اشيل الرموز اللي عندي وابتدي اعود بالاركام. يبقى الايه بتساوي? تسعة في عشرة وستسعة في تمانين. ايه تسعة في عشرة وستسعة? الكهر. تمانين اللي هي الكيو على الدي تربيع اللي هي الدي اللي هي اتنين من عشر احنا قولنا عشرين على مية لان احنا قولنا عشرين سنتر لازم احاولها المتر فبقسم على مية. عشرين على مية يعني اتنين من عشرة تربيع ومنساش التربيع. بعض الطلبة بتكتب الاتنين من عشرة وبتنسى التربيع لانه بيفتكر ان دي اللي في المسألة هي دي تربيع. لا هي المسافة اللي في المسألة دي دي فقط. لكن وانا بشتغل بحط التربيع لان ده التربيع بتاع القانون مش بتاع المسألة. يطلع عندي ان الاي او شدة المجال الكهرابي عبارة عن تمنتاشر في عشرة والستناشر نيوتن لكل كولوم. ان لكل سي. ان لي اختصار نيوتن. سي الكولوم. ده كان شدة المجال الكهرابي. طيب هو عايز كمان الجهد الكهرابي لو رمزه في. اكتب القانون بتاع الفيلي لسه واخدينه النهاردة. الفي بتساوي كي في كيو على الدي. يبقى في بتساوي كي في كيو على دي. ابتدى عوض الفي بتساوي تسعة في عشرة واستسعة في تمانين. اللي هي الكي في الكيو على الدي فقط اللي هي اتنين من عشرة. ما حطيش هنا التربيع لان القانون ما فيهوش تربيع. يطلع لي ان الجهد او فرق الجهد اللي هو الفي بيساوي ستة وتلاتين في عشرة قس احداشر فولت. يبقى كده جبت رقم الف شدة المجال الكهرابي لو رمزه اي فرق الجهد لرمزه في هبتدى اخش على الجزء التاني وهو حساب القوى المؤسرة على شحنة مقدارة عشرين كولوم عند تلك النقطة. القانون عندي بيقول اي بتساوي اف على كيو. انا مش عايز الاي لان الاي عندنا لسه جايبها في الخطوة السابقة. الكيو موجودة عندي. لكن الاف هي المطلوبة اللي احنا عارفين من الحلقة السابقة ان القوة رمزها اف. يبقى الاف بتساوي الاي في الكيو. طيب الاي انا جبتها لها تمنتاشر في عشرة قس اتناشر. طيب فين الكيو? الكيو اللي ادهالي في الجزء التاني لما قال القوة المؤسرة على شحنة مقدارها عشرين كولوم. يبقى ازا في الكيو لما اجي اجيب القوة المؤسرة ما باستخدمش الكيو الاولانية اللي هي بتمانين. لانا عايز الكول هتأثر على الشحنة ديت اللي هي العشرين. فبضرب في هذه الشحنة اللي هي العشرين. يبقى اف بتساوي تمنتاشر في عشرة قس اتناشر في عشرين. هتطلع ستة وتلاتين في عشرة قس اتناشر نيوت. المسألة دي من المسائل المهمة جدا والجميلة جدا لانها بتلميلي التلات قوانين اللي احنا اخدناهم لغاية وقتنا هذا اللي هي قانون الاف قانون الاي قانون الفي. الف بتساوي كيوان كيو تو على دي تربيع. الاي بتساوي كيو على الدي تربيع. الفي بتساوي كيو على الدي. بننتقل لجزء اخر. تكلمنا عن قانون كلوم. تكلمنا عن المجال الكهرابي. تكلمنا عن الجهد الكهرابي. اخر جزء في الفصل الاول وهو السعة الكهربية. سعة الكهربية رمزها سي. ولما يجي عايزين نعرف السعة الكهربية بنقول هي النسبة بين الشحنة الكهربية التي يحملها المواصل الى جهد هذا المواصل. يبقى ازا السعة الكهربية هي النسبة بين شحنة او الشحنة الكهربية التي يحملها المواصل الى جهد هذا المواصل. يعني الكيو على الفي. طب الكيو على الفي دي بتساوي ايه? اه ده الوحدة فراد. فقلت لكل كلوم. انا سايب السي او سايب ان الكيو على في بتساوي ايه? عشان هنستخدم المسلس وانطلعها من خلال المسلس. عندي المسلس بياربط الرموز عندي بعض كيو وسي وفي. انا عايز كيو على في. هيبقى معايا مين? هيبقى معايا السي. يبقى السي بتساوي الكيو على الفي اللي هي السعة الكهربية. دي احنا قلنا السعة الكهربية رمزها سي. والسي بتساوي كيو على الفي. وحديتها اسمها فراد. طب حضرتك كتبت فراد. طب ايه? فولت كلوم على فولت? الكلوم على الفولت لاني الشحن عندي بالكلوم والجهد عندي بالفولت. خصائص السيعة الكهربية للجسم. السيعة الكهربية للجسم اللي عندي او المكسف اللي عندي بي لها تلات خصائص. اول خاصية ان هي دائما مجابة. يعني دايما السيعة الكهربية مجابة. خاصية تانية سابتة في المقدار للمكسف الواحد او للجسم الواحد. يبقى دائما مجابة. سابتة في المقدار للجسم الواحد. تالت خاصية وهي تتوقف على الابعاد الهندسية للجسم. وكذلك الوسط الذي يوجد فيه هذا الجسم. خصائص السيعة الكهربية لجسم. دائما مجابة. السيعة دايما مجابة. سابتة في المقدار للجسم الواحد. تتوقف على الابعاد الهندسية للجسم. وكذلك الوسط الذي يوجد فيه هذا الجسم. المكسفات الكهربية. دايما بنقول ساعة المكسف عشرة خمسة تلاتة ونص اتنين. طب ايه هو المكسف الكهرابي او ايه هي المكسفات الكهربية? تعريفها استخدامها اهميتها. كل ده يندرج تحت تعريف المكسفات الكهربية. يبقى اول مكتب تعريف المكسفات الكهربية. ايه هو تعريف المكسفات الكهربية? هي اجهزة تستخدم لتخزين الشحنات الكهربية. لاستخدامها عند الحاجة اليها كما في الراديو والتلفزيون. طيب. جي قال لي عرف المكسفات الكهربية؟ هي اجهزة تستخدم في او لتخزين الشحنات الكهربية عند الحاجة لستخدم عند الحاجة اليها? طب اهميتها تستخدم في تخزين الشحنات الكهربية لستخدامها عند الحاجة اليها. بيجي سؤال استخدامات في الامتحان يقول لك هات استخدام المكسف الكهرابي? المكسف الكهربية بيستخدم في تخزين الشحنات الكهربية يبقى اذا في المكسفات الكهربية في التعريف هكتب اجهزة تستخدم في تخزين الشحنات الكهربية وكذلك في الاستخدام او الاهمية هي اجهزة تستخدم في تخزين الشحنات الكهربية يرمز شوية ملحوظات او شوية معلومات عن المكسفات الكهربية انا عندي مكسف سابت السعة ومكسف متغير السعة طيب المكسف سابط سعة رمزه ايه والمكسف متغير السعة رمزه ايه زي ما احنا شايفين على الشاشة يرمز المكسف زي السعة السابطة في الدوارة الكهربية بالرمز اللي مكتوبه اصد منك او موجود اصد منك. طيب المكسف متغير السعة نفس الرمز بس عليه سهم. السهم ده او مؤشر ده دليل على تغيير القيمة عشان كده يسمى مكسف متغير السعة. توجد المكسفات في أشكال متعددة يتكون المكسف بشكل عام من موصلين معزولين كهربيا بينهما مادة عزلة زي ما هنشوف في رسمة المكسف زي اللوحين المتوازين وأنه ده يتكون من لوحين متوازين بينهما مادة عزلة مثل الهواء أو الزجاج كما في الشكل هذه الموصلين المعزولين أو اللوحين المتوازين هيبقى بينهم مادة عزلة سواء الهواء أو الزجاج العوامل تتوقف عليها سعة المكسف زي اللوحين المتوازين سعة المكسف زي اللوحين المتوازين قد تزداد أو قد تقل حسب عدد من العوامل وقلنا كلمة عوامل تتوقف عليها سعة المكسف زي اللوحين أو عوامل عامة كلمة عوامل معناها متغيرات هذه المتغيرات تغيير القيمة فيها بتغير من قيمة الكمية المرتبطة بها يعني أنا عندي شوية عوامل هنقولها دي هتأثر في ساعة المكسف أي تغيير في أي عامل منهم بيغير في قيمة ساعة المكسف المتواجد أول عامل عندي وهو المسافة بين اللحين المسافة بين اللحين والمسافة بين اللحين رمزها دي يبقى عندي المسافة بين اللحين ورمزها دي طيب أنا قلت عوامل بتغير في ساعة المكسف وقلنا ساعة المكسف تزداد كلمتها أو يكل كلمتها طيب تزداد أو تقلي بلازم أعرف التناسب بتاعي اللي ما بين كل عامل وما بين الساعة أو ساعة المكسف العدي ألاقي هنا المسافة بين اللحين دي ألاقي ما بينهم تناسب عكسي إن ساعة المكسف تتناسب عكسيا مع المسافة بين اللحين طب يعني إيه ساعة المكسف تتناسب عكسيا مع المسافة بين اللحين ساعة المكسف تتناسب عكسيا مع المسافة بين اللحين معناها إن لو المسافة زادت ما بين اللحين بتزداد قيمة ساعة المكسف لو المسافة قلت ما بين اللحين تزداد ساعة المكسف. طيب لو المسافة زادت ما بين اللحين تقل لساعة المكسف. ليه؟ لان بينهم تناسب عكسي. يجي يقولك علل. تزداد ساعة المكسف كلما قلت المسافة بين اللحين المعزولين. ليه? لأن بينهما تناسب عكسي ويجي أقول لك أكمل أو أكمل ساعة المكسف الكهرابي تقل كلما نقط المسافة بين اللحين المعزولين هقول كلما زادت المسافة بين اللحين اللي عرفت ده كل من إن أنا عارف أن التناسب أو العلاقة ما بين المسافة بين اللحين وساعة المكسف هي علاقة عكسي تاني عامل عندي وهو سابت العزل للوسط وده رمزه ميو سابت العزل للوسط وده رمزه ميو وبينهما بين ساعة المكسف تناسب تردي بينهما بين ساعة المكسف تناسب تردي يبقى ساعة المكسف تتناسب ترديا مع سابت العزل تناسب تردي يعني كلما زادت أو كلما زاد سابت العزل للوسط كلما زادت ساعة المكسف يبقى سابت العزل هيزيد يبقى ساعة المكسف هتزيد سابت العزل هيقل ساعة المكسف هتقل وخلي بالي جدا من الرموز يعني احنا المسافة من اللحين خلاص احنا عارفين ان المسافة رمزها دي ده من قانون كلوم من الجهد الكهرابي من قانون شدة المجال عرفنا ان المسافة رمزها دي لكن هنا عندي سابت العزل لازم اعرف ان هو رمزه ميو ليه لازم اعرف الدي والميو والساعة رمزها سي لانه هيبقى فيه قانون نحسب به ساعة المكسف زي اللحين المتوزيد تالت عامل عندي وهو المساحة المتقبلة من اللحين مساحة رمزها ايه يبقى كده خبنا النهاردة رمزين جداد وهو او كزا او تلت رموز في حتة ساعة الساعة اللي هي رمزها سيه السابت العزل اللي هو الميو والمساحة اللي هي ايه المساحة اللي موجودة اللي هي الايه بتتناسب طرديا مع ساعة المكسف يبقى ازا ساعة المكسف بتتناسب طرديا مع المساحة المتقبلة من سطح اللحين يبقى كده عندي العامل اللي توقف عليها ساعة المكسف عندي ثلاثة المسافة بين اللحين اللي هالدي سابت العزل للوسط اللي هي الميو والمساحة اللي هي الايه طيب خبنا العلاقات ما بينهم وبين السي المسافة تناسب عكسي سابت العزل والمساحة تناسب طردي طيب بنيقدر نجمع الرموز ديت او هزيه الكيميات في قانون اقدر احسب به ساعة المكسف زلوحين المتوزيني ايه القانون بتاع ساعة المكسف زلوحين المتوزيني؟ قانون حساب ساعة المكسف زلوحين المتوزيني؟ المكسف او الساعة رمزها سي بتساوي ميو ايه على اربعة باي دي يبقى لما يجي يجيب لي مسألة مطلوب فيها ان انا احسب ساعة المكسف زلوحين المتوزيني القانون اللي هشتغل علي عشان نحلي بالمسألة ان السي بتساوي ميو ايه على اربعة باي دي طيب الميو ثابت العزل الايه المساحة الدي المسافة طيب ايه الباي الباي اللي هي تنين وعشرين على سبعة او تلاتة واربعتاشر من ميه؟ مثال على القانون اللي احنا لسه واخدينه حاليا مكسف تكون من لحين متوزيني مساحة كل منهما اربعة واربعين سنتيمتر مربع يفصل بينهما وسط ماد سمكه ستة من عشر ملي متر وسابت عزله ستة احسب ساعة هذا المكسف اتفقنا دايما افصص المسألة الاول قبل مبدأ اكتب القانون وحل يعني مجريش اكتب القانون وحل وانا في حاجة في المسألة عايزة تتزبط مكسف تكون من لحين متوزيني مساحة كل منهم اربعة واربعين سنتيمتر مربع انا قلت ان المسافة بتتقاس بالمتر يبقى المساحة بتتقاس بالمتر مربع طيب هنا في المسألة مدالي بالسنتيمتر مربع يبقى لازم احول من سنتيمتر مربع لمتر مربع عشان احول من سنتيمتر مربع لمتر مربع باخد الرقم اللي الدهولي في المسألة اللي هو اربعة واربعين واضربه في عشرة استسالب اربعة يبقى اول حاجة عندي لازم اخلي بالي منها امكانة الوحدات مناسبة للحل ولا لازم اعمل مجموعة من التحوليات ابو اول تحويل عندي ان انا المساحة مدهالة بالسنتر متر مربع لكن انا باشتغل بالمتر مربع يبقى لازم احول من سنتر متر مربع للمتر مربع باخد الرقم للدهولي في المسألة واضربه في عشرة اس سالب اربعة من الرقم اللي دول في المسألة اربعة واربعين يبقى اربعة واربعين في عشرة اس سالب اربعة. يفصل بينهما هو وسط مادي سمكه ستة من عشرة ملي متر. سمكه السمك اللي هو المسافة ما بين اللحين اللي هي الدي. طيب الدي انا قايل انها بتتقاس بالمتر. طب هو هنا الدهالي بالملي متر. يبقى لازم احاول من ملي متر لمتر يعني من صغير لكبير. فبضرب الرقم اللي الدهولي لو الستة من عشرة في عشرة اس سالب تلاتة. يبقى عشان احاول من ملي متر لمتر هاخد الرقم للدهولي واضربه في عشرة اس سالب تلاتة. يبقى هاشتغل ان المسافة اللي هي بتساوي ستة من عشرة في عشرة اس سالب تلاتة. وثابت عزله ستة. ثابت العزل اللي هي الميوم تساوي ستة احسب ساعة هذا المكسف هو المطلوب عندي السيب. الحل بكتب القانون السيب تساوي اربعة باي اللي هو المقدار السابت ميو ايه والدي تحت في المقام. يبقى السيب تساوي بتدي اشيل الاركام وحط او اشيل الرموز وحط الاركام سبعة في ستة في اربعة واربعين في عشر السالب اربعة على اربعة في اتنين وعشرين في ستة من عشرة في عشرة وسالب تلاتة. طب الارقام دي ايه اولا ستة دي ثابت العازل يبقى ايزا لستة دي ثابت العازل. طب الايه اربعة واربعين في عشرة وسالب اربعة. طب ننزل تحت. اربعة باي. الاربعة ده مقدار سابت او رقم. البي اتنين وعشرين على سبع. سبنا الاتنين وعشرين تحت في المقام وطلعنا السبعة فوق في الباست. ليه السبعة تلعت في الباست? لان السبعة دي مقام المقام. رياضيا مقام المقام بتطلع باست. يبقى سبعة في ستة في اربعة واربعين في عشرة. والسالب اربعة. تحت اربعة في اتنين وعشرين في ستة من عشرة في عشرة والسالب ثلاثة. وانا ستة عشر في عشر السلب تلاتة اللي هي عندي قيمة المسافة اللي هي ادي او سمك المكسف بيطلع عندي الناتج تلاتة ونص فراد طيب لو انا حبيت اغير او اعرف ايه الوحدة المكافأة للفراد طب عايز الوحدة المكافأة ليه لانها ممكن تجيلي في اختيار فاكمل ام انا عارف ان الفراد بتساوي كلوم لكل فولت الطاقة المختزنة في المكاسف انا ببتدي اشحن المكاسف فبتختزن الطاقة في داخله يعني الشغل اللازم لشحن المكاسف اللي عندي بيخزن على شكل طاقة وضع يبقى الشغل اللي انا بستخدمه في شحن المكاسف بيخزن داخل المكاسف في صورة طاقة وضع طب عايز احسب قيمة الطاقة المختزنة في المكاسف دي بحسبها من العلاقة عندي او القانوني اللي موجود الاي بتساوي نص سي في تربيع طيب ايه يعني ايه الايه اللي هي الطاقة او الانيرجي السي اللي هي سعة المكاسف الفي اللي هو الجهد الكهربي يبقى الايه والان طاقة سي سعة المكاسف الفي هو الجهد مثال على الطاقة المختزنة في المكاسف مثال بيقول عندي احسب الطاقة الكهربية الكامنة في مكاسف سعته ستاشر مايكرو فراد وفرق الجهد بين لوحي ميت بولت زي ما اتفقنا طريقة التفكير في حال المسألة لازم اعرف ايه المطلوب المعطيات عندي ايه هي طيب هل في معطى من المعطيات الوحدة بتاعتها تتحول ولا لا احسب الطاقة المختزنة يعني وعايز الايه او الطاقة الكامنة اللي هي الايه في مكاسف سعته ستاشر مايكرو فراد انا قايل ان السعة بتتقاس بالفراد هو هنا دهالي بالمايكرو فراد مايكرو نتذكر شوية المايكرو الا ان انا عندي في الحلقة السابقة كنت باخد حاجة اسمها مايكرو كلوم قلنا في المايكرو كلوم عشان احولها لكلوم بضرب عشرة والسالب ستة برضو هنا طالما ندي مايكرو فراد يبقى لازم محاولها الفراد فا اضرب عشرة والسالب ستة طب اشميعنا عشرة والسالب ستة لان المايكرو هو اللي بعشرة والسالب ستة يعني مايكرو كلوم لكلوم بعشرة والسالب ستة اضرب في عشرة والسالب ستة مايكرو فراد لفراد اضرب في عشرة والسالب ستة مايكرو فولت لفولت اضرب في عشرة والسالب ستة مايكرو امبير لامبير اضرب برضو في عشرة والسالب ستة لان المايكرو ذات نفسه هو اللي بعشرة واستسالب ستة. وفرق الجهد بين لوحي ميت فولت يعني عندي بميت فولت. هبتدي اكتب او نشوف خطوات الحل اللي عندي اول حاجة ان انا هكتب القانون بتاعي ان الايه بتساوي نص سي في تربية اللي انا لسه قيلها. يبقى تساوي نص في ستاشر في عشرة واستسالب ستة. طب هو مدهالي في المسألة ستاشر. اما اللي انا ضربت ليه في عشرة واستسالب ستة? لسه قيلين ان انا بحول من مايكرو فراد لفراد اضرب في عشرة واستسالب ستة في مية تربيع المية اللي هي الفي والتربيع اللي موجودة في القانون. هيطلع عن الطاقة المختزنة اللي عندي طمانية في عشرة واستسالب اتنين جول. طب احنا عملين نقول فراد. ايه اللي جاب الجول? لان دي طاقة. والطاقة وحدتها الجول زيها زي الشغل. احنا عارفين من زمان ان الطاقة هي القدرة على بزل شغل او احداث تغيير. يبقى ازا الطاقة هي هي الشغل يبقى وحدتها نفس الوحدة. يبقى ازا الاي الوحدة بتاعتها هي الجول زي الشغل بالزبط. الجزء الجديد واخر جزء عندنا فيه المكسفات وهو توصيل المكسفات الكهربية في الدوائر الكهربية. انا عندي مجموعة من المكسفات. عايز اعرف ازا يمكن توصلها داخل الدوائر الكهربية. بلا انني عند المكسفات اثناء توصلها في الدوائر الكهربية بيتم ذلك باحدى الطرقتين اللي عندي. وهما اول طريقة التوصيل على التوازي والطريقة الاخرى هي التوصيل على التوازي. اولا توصيل المكسفات على التوازي. زي ما احنا شايفين بهذه الطريقة. بناخد الاطراف المجابة في طرف او السليبة في طرف. او بنجمع الالواح اللي هي قائمة بالمجاب في طرف والسليبة في طرف اخر. استنتاج قانون توصيل المكسفات على التوازي. اذا كان لدينا عدة مكسفات متصلة على التوازي فانا. في حالة التوصيل على التوازي بيتم توزيع الشحنة اللي دخلة في الدائرة على المكسفات الموجودة عندي في الدائرة الكهربائية. يبقى الكيو بتساوي كيوان زائد كيو تو زائد كيو سري. معناه ايه الكلام دا? يعني انا عايز الشحنة الكلية للدائرة ببتدي اجمع شحنة المكسفات اللي عندي. ليه? لان احنا قلنا ان الشحنة الكلية هتتوزع على المكسفات الموجودة. من المثلث اللي احنا كنا رسمينه اللي فيه الكيو والسي والفي. ان انا ممكن اعود عن الكيو بحاصل ضرب السي في الفي. طب السي اللي هي السعة المكسف. الفي اللي هو الجهد الكهربائي. يبقى الكيو بتساوي السي في الفي. طيب. ايه هي كيو يعني ايه كيو يعني شحنة المكسف الاول. طب انا عايز اجيب شحنة المكسف الاول. هت اعود عنها بايه? بحاصل ضرب سعة المكسف الاول في جهد المكسف الاول. عشان كنا بنقول طيب عايز الكيو تو الكيو تو اللي هي شحنة المكسف التاني. ها عوض عنها برضو من خلال المثلث. يعني الكيو بتساوي السيفيل في. يبقى لو كيو تو هتبقى سي تو في فيتو. ليه? اضرب سعة المكسف التاني في جهد المكسف التاني. طيب الكيو سري اللي هي شحنة المكسف التالت. فابتدي اضرب سعة المكسف الثالث في جهد المكسف الثالث وهكذا مهما كان عندي عدد من المكسفات أنا عندي زي ما قلنا إن الشحنة بتتوزع على المكسفات الموجودة عندي في حالة التوصيل على التوازي الجهد بيبقى ثابت الجهد اللي داخل في الدائرة بيبقى ثابت على المكسفات الموجودة عندي بمعنى لو أنا الجهد اللي داخل عندي في الدائرة الكهربية 2 فولت هلاقي ان جهد المكسف الاول برضو 2 فولت. جهد المكسف التاني 2 فولت. جهد المكسف التالت برضو 2 فولت. يبقى اذا الجهد عندي على المكسفات كلها هي ما متساوي. يعني اذا ال V هتساوي V1 هتساوي V2 هتساوي V3. لو انا حبيت ابسط العلاقة اللي اللي هي بتساوي سي وان في وان زائد سي تو v زائد سي سري بقى بيبتدي اشيلي السوابت اللي عندي اللي هو الفي فيبقى عندي ان السي بتساوي سي وان زائد سي تو زائد سي سري زي زائد اي سعة من سعة المكاسفات اللي موجودة عندي في الدائرة الكهربائية. طيب انا انا عايزن القانون النهائي دوت اللي هو بتع Lancaster Testative عن توازن من الريموز لكلام. السي ديهاد معناها الساعة الكلية الساعة الكلية اذا الساعة كلية المكسفات اللي عندي بتساوي مجموعة طب ليه قلت مجموعة لان انا بجمع كل المكسفات على بعض فبقولي ان الساعة الكلية بتساوي هي مجموعة ساعات المكسفات الموجودة داخل الدائرة يبقى تاني الساعة الكلية للمكسفات الموجودة في الدائرة بتساوي مجموعة ساعات هذه المكسفات ده في حالة توصيل المكسفات على التوازي. ومن خلال العلاقة دية بقدر اعرف ان الساعة الكلية في حالة التوصيل على التوازي اكبر من ساعة اي مكسف. بمعنى لو انا حبيت اقارم بين الساعة الكلية وساعة اي مكسف يعني سي وان لا ان الساعة الكلية اكبر يعني السي اكبر من السي وان. لو حبيت اقارم ما بين السي والسي تو هلاقي الساعة الكلية الا السي اكبر من السي تو. يبقى ازا الساعة الكلية اكبر من ساعة اي مكسف. وده كان أول نوع من أنواع توصيل المكسفات وهو توصيل المكسفات في الدارة الكهربية على التوازل توصيل المكسفات أو النوع الثاني من توصيل المكسفات في الدارة الكهربية هو توصيل المكسفات على التوالي كما بالرسم الموجود عندي C1, C2, C3, V1, V2, V3 وكذلك في Q1, Q2, Q3 استنتاج قانون توصيل المكسفات على التوالي في التوصيل على التوازل قلنا الشحنة هي اللي بتتوزع على المكسفات الموجودة في الدارة الكهربية في حالة التوصيل على التوالي الجهد هو اللي بيتوزع على المكسفات الموجودة داخل الدارة الكهربية عشان كده بيقولني ان ال V بتساوي V1 زايد V2 زايد V3 زايد الاخ يعني اي عدد من المكسفات الموجودة داخل الدائرة الكهربائية اللي عندي V1 يعني جهد المكسف الاول V2 جهد المكسف التاني V3 جهد المكسف التالت وهكذا من المثلث اللي احنا رسمناه في الساعة الكهربية ال Q والC والV انا هنا عايز ال V طيب عايز اعود عن ال V ال V بتساوي ال Q على ال C طيب لو انا عايز ال V1 يبقى Q1 على C1 طب لو عايز V2 يبقى Q2 على C2 طب لو عايز V3 يبقى Q3 على C3 واتفقنا من توصيل المكسفات على التوازي ان Q1 معناها شحنة المكسف الاول C1 معناها ساعة المكسف الاول Q2 شحنة المكسف التاني C2 شحنة المكسف او C2 ساعة المكسف التاني في حالة توصيل على التوازي اللي احنا اتكلمنا عنها قلنا ان ال Q هالا بتتوزع لكن ال V هو اللي سابت في حالة توصيل على التوازي لا ال V هو اللي بتوزع لكن ال Q عندها اللي سابتة فبقول ان ال Q بتساوي Q1 بتساوي Q2 بتساوي Q3 يعني الشحنة اللي داخلت الدائرة الكهربية عندي بتكون متساوية مع شحنة المكسفات اللي عندي بمعنى لو انا داخلت الشحنة الكهربية اللي عندي ولي اكون 10 كولوم الاقي ان نفس الرقم موجود في المكسف الاولاني والمكسف التاني ومكسف التالت عشان كابل ان ال Q بتساوي Q1 بتساوي Q2 بتساوي Q3 زي ما اعملنا في التوصيل على التوازي هبتدي اشيل او عشان ابسط المعادلة اللي قبل كده بابتدي اشيل السوابت السابت اللي عندي اللي هو ال Q لان هما كلهم اد بعض بس في الحالة دي اتو انا بشيل ال Q بحط مكانها واحد طيب اشمعنا في التوصيل على التوازي محطتش مكانها واحد لانها كانت ضرب كانت بنقول ايه C1 في V1 فلما شيل ال V1 يبقى انها C1 في واحد هي هي C1 مفيش مشكلة لكن هنا ده بسط ومكوم فلازم احط ال واحد مكانها فعشان كده بيطلع الكرون نهاية واحد على C سواحد على C واحد زايد واحد على C اتنين زايد واحد على C ثلاثة الى اخر المكاسفات اللي موجودة عني بلاحظ هنا ان مقلوب او مقلوب ساعة كلان المكاسف بيساوا مجموع مقلوبات هذه الساعات بلاقي ايضا ان الساعة كلان المكاسف بتبقى اصغر من ساعة اي مكاسف بمعنى ان السوا اكبر من السي السي تو اكبر من السي السري اكبر من السري من السي يبقى اذا السي اصغر من ساعة اي مكاسف في حالة التوصيل على التوالي بناخد مثال على توصيل المكاسفات وصل المكاسفان معا على التوازي ساعتهما على الترتيب اربع ميكرو فراد وعشرة ميكرو فراد مع بطارية اتناشر فولت احسب كل من مياتي واحد الساعة الكليا للمكاسفين اتنين شحنة كل من المكاسفين زي ما اتفقنا بنفسص المسألة اللي عندي وصل المكاسفان معنا على التوازي يبقى اذا هشتغل على طريقة التوازي على توصيل المكاسفات على التوازي ساعتهم على الترتيب عندي ساعتين لانه عندي مكاسفين يعني عندي ساعة المكاسف الاول وساعة المكاسف التاني يبقى رمزهم سي وان وسي تو سي وان اربع ميكرو فراد سي تو عشرة ميكرو فراد ابو سينا لأيي مايكرو يبقى لازم مضرب في عشر رسالف ستة عشان حول من مايكرو فراد لفراد يبقى ساعة مكسف اللي هو سيوم هتبقى اربعة في عشرة رسالف ستة السي تو هتبقى عشرة في عشرة رسالف ستة يبقى عند التعويض ان انا هعود بسيوم نرا اربعة في عشرة رسالف ستة واعود عن السيتو بعشرة في عشرة او سي اسالب ست. مع بطارية اتناشر فولت البطارية او ال اتناشر فولت الهي باتناشر فولت احسب كل ماتة الساعة الكلي ها مكسفين الهيه دية سي. شوحنة كل من المكسفين الهيه ال الكيوان والكيو تو. هنجيب الاول الساعة الكلية ديةählt الهيه للمكسفين. الساعة الكلي ها اصليات السي. سي بتساوي سي وان زيت سي تو. طبعا ما كتبتك زي تسد عن سي سري ز 음 زي لان المعنديش غير المكسفين اتنين بابتدي اجمع اول ان سي بتساوي اربعة في عشرة والسالب ستة زائد عشرة في عشرة والسالب ستة هيطلع عن سي عندي اربعتاشر في عشرة والسالب ستة فراد كده جبت السيعة لكلين المكسفين وده اول مطلوب المطلوب التاني عايز شوحنة المكسف الاول وعايز شوحنة المكسف التاني شوحنة المكسف الاول الى الكي وان هتساوي سي وان في في وان يعني اربعة في عشرة والسالب ستة في اتناشر هيطلع عن الـ 48 في 10 والسالب 6. كولوم انا قلت وانا بجيب السعة في الخطوة اللي قبل كده كتبت فراد لاني انا بجيب سعة وحدتها فراد لكن هنا اللي هي السعة الكلية لكن هنا عايز شحنة فتبقى الوحدة بتاعتي بالكولوم. شحنة المكسف التاني اللي هي الـ يعني 10 في 10 والسالب 6 في 12 يبقى تساوي 120 في 10 والسالب 6 كولوم. بكده نكون ان احنا خدنا النهاردة الجهد الكهرابي بتعريفاته بقوانينه. خدنا السعة الكهربية. خدنا المكسفات الكهربية. واتدربنا على حل مسائل الجهد الكهرابي والسعة الكهربية. كده ننتهي من حلقة اليوم. وعلى وعد بالقاءة اخر ان شاء الله في حلقات قادمة بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.